فعايزيني جي هنا هنحط لينك لما ندوس عليه وديني على الكمبولنت اللي فيه الديتيلز بتاعت البوست فهنعمل الاول الكمبولنت ده وبعد كده نضيف هنا اللينك فهنستخدم الing comment هنقول ng generate component هنحطه طبعا جواه البوست فهنسميه post details هنلاقي كاريتلينا البوست هنندخل بقى في الكمبولنت نفسه انا بحب بصراحة export دي على هيد default هبتدي بقى اشوف اللذك انا عايز اعمل اول حاجة عاوز اصابسكرايب او عايز اجيب الاي دي بتاع البوست من العنوان انا عايز اصابسكرايب عن تشينجز اللي بتحصل من العنوان عشان اجيب الاي دي منها عشان ابتدي اجيب البوست حسب الاي دي وكمان هجيب بتاعت البوست حسب الاي دي انا هعمل اتنين السؤال بقى هو انا هعمل دوله ازاي على التوازي ولا ورا بعض التبليل الاول تعالوا نشوف فانا هعمل هنا انا عشان هنظم الدنيا شوية هعمل كل حاجة في مثل الوعدها فهعمل مثل اسمها get post by id طبعا ده هياخد ال id او post id دي او باي اي دي او باي اي دي على طول وخلاص دي بتاخد ال post id مبارا عن string او number على حسب لو تروحز ان انا دايما بعمل بس ديها مسميات تكون واضحة جدا يعني اي حد اي ديفلوبر هيجيش تغل مكاني هيفعم على طول ان ده اي دي بتاعت البوست بترجع لي البوست بتاعته كمان حتى البرامتر ستلاقي واضحة جدا يعني بوست اي دي ما مكتبش اي دي بس كده كمان طبعا باهتم جدا بالطايبنج عشان كل حاجة بقى متأكد انه صح ليه انا عملت الحاجات دي في ميثودس الوحدة ليه سببين اول سبب عشان تبقى الحاجة بتاعتنا منظمة كده وكل حاجة في ميثود الوحدة اقدر في وقت من الاوقات لما حب اعدل عمل تعديلات في الكو دي بقى انا عندي ايه ميثود يا دوبك بشيرها احط غيرها وهكذا السبب التاني ان احنا هنعرف كمان شوية ان ال best practice ان احنا ناخد الميثودس دي ونروح نرميها في سيرفيس بعيد عن ال complaint بس بما اننا لسه ما خدناش وما فهمناش هو ايه المي زي يعني ان احنا نحط الميثودس دي في سيرفيس ونقولها من هناك بدل ما نقولها من ال complaint direct فخلينا كده واحدة واحدة يعني خلينا نستخدم الطريقة دي وبعد كده واحدة واحدة نبتدي نا اا نامبروف الكود بتاعنا طبعا احنا هنا هنعوز نعمل فخلص انا شرحت المرة اللي فاتت ان احنا هننجكت ال htp client فبننجكت زي في ال constructor لو انت مش فاهم عمليات ال injection دي هتلاقي فيه فيديو بيشرح ال dependency injection بالتفصيل ولكن خلينا دلوقتي نقول ان انا عايز استخدم ال htp client فهقول private عبارة عن http client هتلاقي هو بيديني suggestion كده وبيجي من زي ما احنا شايفين من angler common http كده اصبح ال htp بتاعي اا جاهز ان احنا نستخدمه وما تنساش ان احنا كنا المرة اللي فاتت عشان نستخدم ال htp ده كنا او ال htp client كنا عملنا اا ال provide htp client حاطناه في ال app config ارجع عليه المحاضرة اللي فاتت عشان تفتكر احنا كنا بنعمل له. دلوقتي احنا عملنا ال htp client فهبتدي اا استخدمه حول http dot get وهشوف الباث بتاعنا هيبقى عامل ازاي وهنا نفس الكلام بنستخدم انا هنا عايز حاجتين اقول حاجة انا عايز ال busy url اللي هو كنا استخدمنا المرة اللي فاتت بتاع ال fix json وحاجة كمان كنا اتكلمنا عنها واكدناها هي ال type بتاع ال response انا محتاج هنا اعمل generate type بتاع response